سد التيدومة واحد من السدود الرملية الواقعة في وادي الروضة بضواحي مدينة كيفا والتي جرى ترميمها مؤخرا ضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة مواكبة للحملة الزراعية الرهنة الدولة عدلتنا رمتنا 20 غليق في وادي الروضة تستغل عديد الأسر بقرية جنجار الحلة سد التيدومة لغرض زراعات الحبوب الموسمية حيث تعتبر الزراع والدخن والفاصولية أهم المزروعات في هذا الحقل الذي يستفيد منه عشرات المزارعين ذا الغليق الحمد لله به ضغرة 70 رقاش الحمد لله تحرذ وتحرذ تقليت وتحرذ هذا الرقان وتحرذ دلاحة وفندي أنواع الحراثة كاملة الحمد لله زا حراثة الخريفة هذه تحرذهم الحمد لله وجدية في العمل الحمد لله والله باخل لا يخفي من التقيناهم من المزارعين حاجتهم المساة إلى الدعم والمساعدة من خلال توفير السياج والمبيدات والمدخلات الزراعية بالإضافة إلى التكوين والتأطير الفني من أجل تحقيق إنتاج أوفر هذا السد ينقال له سد التيد ومفاد الرواق وقطع ورمم ونختار له شي ماذاك ومازال يحتاج إلى أعمال يبقي وسيج ويبقي المبيدات ويبقي يزداد سيموه فياك هذا الأقليق يمتن حتى يمتن فياك نزوه نشره وصله نزوه للدولة والمشاور النتاب هذا نبقه لهذا الأقليق للهقوه الحمد لله ليس مزارع وادي الرواق إلا نموذجا للمزارع الجاد في جهوده الصادق في توجهه نحو استغلال المقدرات الزراعية الهائلة التي تسخر بها المنطقة سعيا إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء ذاتي الغذائي عبدالله صوفي قناة الموريتانية قرية جنجال الحلة التابعة لبلدية كيفة